السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ السؤالي هي الصلاة اللي فاتتني ازاي اصليها الصلاة اول حاجة اقدرها انا في نوعين من الصلاة الصلاة انا محدد عددها يعني عرفها بالتحديد يبقى فيه صلاة انا عارف الصلاة بالتحديد انا عارف ان انا فاتتني صلاة الدهر بتاعت يوم الحد فانا اصلي صلاة الدهر بتاعت يوم الحد لكن فيه صنف تاني بيبقى عنده عدد من الصلاوات كتير ومش قادر يحدده هو بقى له ثلاث سنين مثلا او سنة او شهر فهو مش قادر يعرف عدد الصلاوات بالتحديد يبقى الصلاوات اللي بتفوتك بالتحديد بتصليها طيب احنا بس نقول لتحديد الصلاوات وعشان هو قال لي ازاي فاول حاجة الصلاوات اما ان تكون محددة او غير محددة محددة اصلي الصلاوات دي والصلاوات المحددة دي اما تكون كتيرة او قليلة ممكن واحد كان كل ما في فوتو صلاة بيعلم فعارف الصلاوات الكتيرة دي طب اعمل ايه اصلي مع كل صلاة صلاة مع كل صلاة مماثلة لها صلاة طيب هل يمكن ان انا اروح مجمع الصلاوات كلها واصليها اللي فاتتني كلها مرة واحدة اه ليه طيب ليه مع كل صلاة صلاة عشان نخفف من عليك عايز تصليهم مرة واحدة ممكن اعمل كده اه ممكن اعمل كده لو انا محدد عدد الصلاة دي ليه دا يا صح ودا يا صح ان الصلاوات اللي عليك ممكن تصليها مرة واحدة على بعضهم كده تاخد يوم يومين تصلي الصلاة اللي عليك ليه طيب دا جائز وليه تصلي مع كل صلاة صلاة ليه اللي اتنين جائزين لان الصلاوات دي وجبت بالاذان بتاعهم يعني الصلاة القضاء اللي عليها وجبت بايه نفترض ان هي صلاة الفجر بتاع مثلا يوم السبت فجر السبت دا بقى واجب في زمتي بايه بدخول وقت فجر يوم السبت فهو خلاص ثبت في زمتي فانا كل ما قضيته كل ما كان افضل فيجوز ان انا للتخفيف علي ان انا اصلي مع كل صلاة صلاة من جنسها من الصلاوات الكثيرة اللي انا بصليها دي طيب لا الصلاة انا ما عرفش عددها انا مش اادر احدد عدد الصلاوات اللي انا ايه اللي فاتتني اقدر يعني ايه اقدر اقول والله انا ما صلتش اظن انا ما صلتش يجي ستة شهر كده انا ما صلتش يجي شهر كده والشهر تلاتين يوم الا الشهر دا كان واحد وثلاتين وعندي خمس صلاوات في اليوم يبقى كده يومية خمسة وخمسين صلاة يبقى هنا بعمل ايه يبقى انا بحدد بقدر بقدر يعني ايه مش لازم اعرف العدد تماما ولكن يكفيني غلبة الظن لان فيه ناس بتتوسوس لا بنقوله اللي الواجب عليك في الحالة دي غلبة الظن يبقى وهو ده ده اللي خلى كثير من العلماء يقوله ان الفقه من باب الظنون اننا يجوز في الطريق اننا اعتمد على غلبة الظن في الوصول الى هذا الحال فيبرئني يبرئ ذمتي غلبة الظن ده احسب والله يطلع لي بالحساب ده او اللي بيغلب على الظن ده اعمله واصليه يبقى عندنا اصلي مع كل صلاة صلاة من جنسها من الصلوات الفائتة عني يبقى ده ده اللي احنا ممكن نصلي به الصلوات الفائتة